السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كليك كوك. معكم مرين بركات. اليوم سوف اقدم لكم عصير شهي جدا. ولديد بما ضعق اللافوكا. لكن يعني لا يحتوي على اللافوكا. هذا هو شكله. العصير معروف. وبه مكونات يعني غنية جدا وصحية. سوف نحتاج الى السلطة والى الخيار. قريبا نصف خيارة. هنا الى موزتين او بانان او لبانان. سوف نحتاج ايضا الى ياغورت او دانون بمضاق البيستاش او الفستق. تقريبا السكر على حسب الضوء. ملعقتين الى تلات ملعقة كبيرة. هذا مركز البيستاش ايضا او الفستق. نكهة. وايضا هنا لتر من الحليف. يعني هو المكوناتين. لا يحتوي على اللافوكا او لافوكاتو. لكن يعطي مضاق كأننا نشرب لافوكاتو. يقال ان هذا هو العصير الذي يقدم عادتنا في الاعرس. يستخدم فيه ايضا في بعض الاحيان القرع الاخضر. يعني محاولة لتمويه. نظر لان اللافوكا تكون يعني تمنوع غالي. لكن في حقيقة يعني هو شهي يعني بغض نظر انه يشبه لافوكا او لا. لكنه يعني عصير يبقى شهي ولذيذ. وصحي. نطع جميع المكونات في التحانة الكهربائية. ونطحانه. يعطي هذا اللون الجميل. لذلك اتركت تناقش الخيار القليل بالقشر حتى يعطي هذا اللون الاخضر الجميل. ونقدمه بالهناء والشفاء. يمكننا ايضا اضافة قطع من الفسلج. ليعطي انتعاش اكبر. اتمنى ان تنال الوصفة اعجابكم وان تجذبوها. لا تنسوا ان تزوروا موقع القناة وان تضغطوا على زر لايك اذا اعجبكم الفيديو. وعلى زر اشتراك. اشتركوا دائما بالجديد. اشكروا مسابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.